موسيقى مشاهدين اهلا بكم خلال اجتماع لمبادرة المتوسط نظمة فرنسا والمانيا في اطار المبادرة الامنية لمكافحة انتشار اسلحة الضمار الشامل المغرب يبرز الارتباط بين الجماعات الانفصالية والارهابية والدول التي تنشر اسلحة الضمار الشامل في البحر المتوسط فما اهمية الوعي بهذا الارتباط الموثق والموثوق بين الجماعات الانفصالية والارهابية وكيف يمكن حماية ضفتي المتوسط من مخاطر هذا التحالف المعلن وكيف بات المغرب شريكا موثوقا به وذي مصداقية في مجال عدم انتشار اسلحة الضمار الشامل للحديث عن هذا الموضوع يساعدنا في ضيف الصباح استضافة الدكتور عبدالفتاح البلعمشي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد بمراكش دكتور مرحبا بكم صباح خير بداية كيف نتج هذا التحالف بين الجماعات الانفصالية وبين الجماعات الإرهابية حتى أضحى عنصرا مزعزعا للاستقرار وزاد من حدة القلاق بين ضفتي المتوسط سواء الشمالية أو الجنوبية بالفعل هذه المبادرة الأمنية لمكافحة السلاح الضمار الشامل التي جاءت بمبادرة وبتنظيم من فرنسا وألمانيا هي تبرز ذلك الدول الاستراتيجي الذي تتمتع به منطقة المتوسط في حفظ السلم والأمن العالمي على اعتبار أن هذه الدول تتعرض للكثير من المخاطر الأمنية التي تتطور باستمرار ولعل الحركات الانفصالية أساسا والحركات الإرهابية التي تحاول دائما أن تستوطن في أماكن غير آمنة غير آمنة وتحاول أن تهدد أمن والسلم هذه الدول المغرب هو يلفت النظر في هذا المؤتمر على أن هذه الحركات الانفصالية والإرهابية يجب على الدول أن تأخذها بجدية كاملة تلك المخاطر التي يمكن أن تهدد المنطقة أولا وبشكل استباقي كذلك نعلم مثلا أن هذه الحركات الانفصالية أصبحت في تحالف موضوعي مع الحركات الإرهابية في منطقة إفريقيا بالأساس والمغرب هو ينبيه كذلك إلى التعاون المغاربي الذي يعتبر أساسا في مواجهات مثل هذه الإشكالات التي بات تعاني منها المنطقة في هذا السياق ما أهمية هذا الرمض الذي أصبح الآن مبدأا دوليا بما أنه تتبنى مجموعة من الدول ليس فقط على المغرب بين الجماعات الإرهابية والانفصالية في تحديد المخاطر الأمنية الناتجة عن هذا التحالف المعلن تعاون الدول عموما هو يلزم الدول والدول من خلال الممارسة الدولية هي تقوم وتعقد اتفاقيات لمواجهة هذه المخاطر بكل أشكالها وأنواعها حينما نتحدث عن الحركات الإرهابية بالخصوص كما أشرت مع ذلك التحالف الموضوعي الذي أصبح يبرز مع الحركات الانفصالية نلاحظ بأننا نتعامل مع تنظيمات خفية ومع تنظيمات غير دولتية وبالتالي فنحن لابد للدول أن تتضامن وأن تعزز من الشراكات ومن التعاون الدولي في هذا الاتجاه نلاحظ مثلا أن تنظيمات انفصالية كالبوليزاريو مثلا هي موجودة فوق تراب لدولة تنتمي إلى هذا الفضاء المتوسطي هنا تطرح العديد من الأسئلة القانونية أولا بأي حق قانوني يستوطن هؤلاء تلك المنطقة هل هذا اقتطاع من الأراضي الجزائرية؟ أم أننا أمام تفويض للإدارة من قبل الحكومة الجزائرية لهذه الحركة الانفصالية؟ ثم أن التفاعل في منطقة غير لا تتوفر على الأمن الكافي هو قد يؤدي بالضرورة إلى التعامل مع الحركات الإرهابية التي تتفاعل في هذه المناطق وبالتالي فلابد على الدول والحكومات أن تقوم بما يلزم من أجل تبديد هذا النوع من التحالفات غير المشروعة والتي تؤدي إلى تهديد الوحدة الترابية لدول أخرى وتؤدي كذلك إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين في المنطقة المملكة أكدت على ضرورة تبني قراءة جديدة قالت أنها قراءة جديدة للمخاطر التي تهدد أمن الدول المطلة على المتوسط والابتعاد عن التحاليل التي تعود إلى زمن الحرب الباردة والأخينة لاعتبار العلاقة الوثيقة بين الدول الناشرة لأسلحة الضمار الشامل والجماعات المسلحة الانفصالية والإرهابية ما هي أهم عناصر هذه القراءة الجديدة التي أيضا تستمد رؤيتها من معطيات واقعية المغرب حينما يضمن الأمن في منطقة متوترة وحينما يتعامل بموثوقية وبجدية مع الشركات الدولية في مواجهة المخاطر الأمنية عموما فإنه ينبه كذلك إلى ما يمكن أن يحصل من تحالفات غير مشروعة بين الدول وبين حركات الانفصالية أو حتى حركات إرهابية أحيانا وبالتالي فالالتزام بمبادئ القانون الدولي وبمبادئ حسن الجوار وبمبادئ الشراكة الدولية والاعتماد المتبدل هو أصبح ضروريا في هذه المنطقة التي تزداد أهميتها استراتيجية يوما بعد يوم من جهة والتي تعتبر منطقة حساسة فيما يخص هذا النوع من المخاطر لذلك فدول المتوسط بشماله وجنوبه هي ملزمة اليوم لتفعيل هذه الرؤية وللتطور كذلك في تعاون الدولي مع التطور الذي أصبحت تعرفه هذه المخاطر الأمنية سواء المباشرة منها أو الجيل الجديد لهذه المخاطر الأمنية وبالخصوص إذا كانت هناك رعاية لمجموعة من الدول لهذا النوع من المخاطر وهو أمر غير مسموح به قانون وغير مسموح به أخلاقا في هذا السياق المغرب أشارة هناك إشارة أيضا في هذا الاجتماع إلى الجماعات الإرهابية والانفصالية التي تعمل كوكيلة للدول المجاورة في منطقة الساحل والصحراء والتي تتسبب في إضفاء اللا أمن والاستقرار في المنطقة كيف يمكن وضع هذه الدول أمام مسؤوليتها هو في إطار التعاون الدولي يمكن للمجتمع الدولي عموما ولمجموعة من الدول أن تفرض ما يلزم من أجل حث الدول على الالتزام بالشرعية والالتزام بالقانون الدولي والالتزام كذلك بما هو متعارف عليه في العلاقات الدولية إذن نحن أمام نوع من الأسلوب غير المشروع الذي أصبحت تنهجه بعض الدول سواء من أجل مصالح اقتصادية أو من أجل بعض الصراعات السياسية وتوظف الإشكال الأمني في هذا الاتجاه وهذا أمر خطير للغاية ولا بد للدول أن تقوم بما يلزم في إطار دائما القانون الدولي وفي إطار دائما الشرعية الدولية لإعادة الأمور إلى نصابها بمعنى أنه حينما تواجه الدول والمجتمع الدولي حركات إرهابية أو حركات انفصالية فمعنى هذا أنها تواجه تنظيمات أما إذا كانت الدول والحكومات هي من يقوم بإذكاء هذا النوع من المخاطر فنحن أمام دول لا بد من مواجهتها لأنها تخرج عن الإطار العام المحدد في مجال القانون الدولي وفي نطاق الشرعية الدولية أدركنا الوقت أستاذ دكتور عبد الفتاح البلعمشي أذكر أنكم أستاذ علاقات الدولية بجامعة القاضعيات بمراكش أشكركم على الحضور أما أنتم مشاهدين فأشكركم على حسن متابعتكم دمتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة